تحية طيبا مشاهدين العزاء مشاهدين تابعي قناة العراقية الرياضية جولتنا الرياضية اليوم مع اتحاد الكرة المصغرة ونهاي كأس بطولة بغداد بالكرة المصغرة اليوم المباراة النهاية بين فريقي السكك والكاظمية تابعوا معنا هذه الجولة ومباراة نهاي كأس بغداد بين السكك والكاظمية سيد محمد هادي رئيس اتحاد الكرة المصغرة اليوم بطولة كأس بغداد وصلت للنهائي شون تقيم المستويات للفرق المشاركة ومستوى اللعبة بصورة عامة مستوى الفرق متوسط الحقيقة غالما وصلنا بمستوى الطموح لان لعبة جديدة الاندية لحد الان من صدقة بان اكو اتحاد مشرف على اللعبة ورح يشارك في بطولة كأس العالم ورح يشارك في بطولة كأس العرب ورح يشارك في بطولة آسيا وبطولة اندية العربية وبطولة العرب اللي يحصيرها مصر ان شاء الله فبعض المستويات مو بالمستوى اللي احنا نطمح عليها ونحصن نتيجة عليها في بطولة العرب وبطولة كأس العالم وبطولة آسيا وبالنسبة للاندية احنا شاركة بغداد شاركوا 12 فريق تأهلوا أربع فرق تأهلوا اللي هو نادي الكاظمية ونادي السكك ونادي شباب الوطن ونادي دفاع الجو تأهلوا إلى الدوار النهائية اللي راح يقابلون من كل محافظة فريقين من دعش محافظة من كل محافظة فريقين إلى البطولة النهائية كأس أندية العراق اللي هم راح يمثلون أندية الدرجة الأولى بالسنة القادمة إن شاء الله دكتور ليفي الشيخ حمد ناب رئيس التحال الكرة المصغرة مرحبا دكتور مهلا ونسهلا بك ونسهلا بك قلالة العراقية الرياضية شوالها الأجواء اليوم بالنهاية؟ والله الأجواء هي أجواء رياضية مع حرورة الجو لكن حرورة اللعبة كانت أجمل وأحلى اللي بردت على كل الجمهور الحقيقة المباراة نهائية لكأس بغداد اللي هي ضمت السكك والكاظمية وهم الفريقين يعني متمكنين فريقا بها قدرات احترافية جيدة اللواعبة عندهم تكيتيك عالي وتكنيك عالي أحنا يعني حتى في المنتخب العراقي من اختارينا من شباب من عندهم هذه المباراة تطفت طابع يعني بعض جهود كبيرة للاتحاد الفرعي في بغداد أكمل المبارايات الجميع عن التصفيات وصعدة والفريقين وهذا يعني يندرج أيضا لكل المحافظات أجرينا في ديالة وفي صلاح الدين في الموصل في كربلة في الحلة في بابل والآن يعني عندنا تبعا أيضا لعمارة تمنا والآن انشأنا اتحاد الفرعي في الديقار وعنده أيضا لعبة طيب دكتور يعني احنا نشوف انه هكذا كم من البطولات بطولة الدوري ستنطلق وهذه بطولة الكيس واستعدادات المتخم الوطني لكيس العالم يعني هذا الحراكة كيد يحتاج إلى دعم أعتقد انه ممكن هناك جهود ذاتية ودعم ذاتي أوصل الاتحاد إلى هذه المرحلة لكن ما زال الاتحاد بحاجة إلى دعم حقيقة الاتحاد من الاتحاد العراقي المركزي دكرة القدام المصغر للأسف دعم صفر الدعم ذاتي من أعضاء الاتحاد يعني هاي هسا البطولة اللي يتقام ما عندنا الاتحاد السيولة المالية جمعنا من أعضاء الاتحاد أعضاء المكتب التنفيذي وبدئنا من عندنا نسوي الكؤوس ونسوي المدالية هاي حقيقة أيضا تنطبق على كل المحافظات اللي ستبع الجهود الذاتية الآن المنتخب العراقي هو الأهم يعني أهم من كل هاي الأمور وهي ثمرة ثمرة النضوج لهذا الاتحاد هو المنتخب العراقي نشوف حاليا التدريبات مالتها داخلية تدريبات حتى بالإمكانيات الذاتية سواء بالملابس بالتجهيزات الرياضية باللعب ما عندنا معسكرات خارجية ونحن مقبلين على كأس العالم وأعتقد العراقية مشكورة غطتها لأكثر من مرة العراقية الرياضية أيضا الشرقية مشكورة الشوط الثالث طلعوا لقاء ويا رئيس الاتحاد صلاح الدين وكان اللقاء يعني أعتقد نقلة نوعية في تغطية الاتحاد المركزي لكرة القدم المصغرة الآن احنا ساعين يعني وأحشيها بالجمهور بأمانة وبصدق البارحة وقعت كتاب إلى السيد الرئيس مجلس الوزراء للقاء الرئيس الاتحاد وعضاء الاتحاد والنائب ونطلب الدعم لأن وصلنا مرحلة احنا لازم وصلنا إلى تأهيل كأس العالم وسبق أنه في اللقاء سابق مع قناتكم المباركة ذكرت أنه أنا كنت رئيس الوفد العراقي في القرآن وكان إنه حضور جيد وحضور يعني لفت الانتباه كل المنتخبات المشاركة اللي هو 32 منتخب في كأس العالم وأيضاً التقيت بي رئيس الاتحاد الدولي وي رئيس الاتحاد الآسي وي رئيس الاتحاد العربي أعضاء رؤساء الاتحادات الدول التقيت بهم فكان أنه يعني فالدور بارز في القرآن هاي القرآن يعني والدور اللي كان بي لازم يستثمر يستثمر أنه مشاركتنا بكأس العالم كأس العالم حدث عالمي كبير جداً رح يتغطي كل يعني القنوات الإعلامية اللي رح تحضر المباراة الآن إحنا نشوف لحد الآن ما عندنا فلوس التذكرة ويمكن أستاذ سعد دكتور سعد اللي رئيس الاتحاد اتبرع بسيارته وفعلاً اتصل به أكثر من مرة وقال هذا الأمر قبل ما يعلنه للجمهور واني قلت له خليه هذا الأمر نوصل إلى آخر مرحلة بس احنا مقررين كاتحاد أعضاء يعني رئيساً ونائب وأعضاء الاتحاد مقررين أنه نذهب للفرق حتى له بإمكانياتنا الذاتية لازم نرفع اسم العراق لازم نرفع اسم الكرة العراقية لازم نحط علم العراق والسلام الجمهوري العراقي في هذا المحفل الدولي في رئيس الخيمة مرحبا دكتور مرحبا أصحاب كل الأجواء اليوم ما شاء الله مباراة ممتعة جداً الفريقين ما شاء الله قدموا إمكانيات رائعة يعني منتخب السيكيك أو نادي السيكيك ما شاء الله لحد الآن نتيجة واحد صفر ومباراة حلوة يعني فنية ممكن أن نعكس على مستوى المتخب الوطني اللي عنده مشاركة مهمة بكيس العالم الحمد لله هذه المباراة هي تفصح كثير من طاقات الجديدة اللي إن شاء الله نقدر أن نستدعيها المتخب الوطني وهي فرصة طيبة للمدرب المتخب الوطني كابتن بلال وإستحاد وعضاء الاتحاد المركزي لكرة القدم مصغرة أنه يختارون من بين هؤلاء اللاعبين ما شاء الله إمكانيات فنية رائعة تكتيك عالي تكنيك اللاعبين زيان يعني على ذكر مشاركة المتخب الوطني بكيس العالم راح تبيع سيار تكلر شون أنا عطيت كلام يعني قدام الشعب العراقي وهذا الكلام ما أتنازل عنه الآخر لحظة إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا أتمنى أنه ما يخلوني اللجنة أولمبية ووزارة الشباب سيد رئيس الوزراء ما يخلوني ألجأ لهذا الأسلوب لأنه الدولة قائمة ما شاء الله ومكانيات الدولة متاحة ومواردها ما شاء الله زينة وموازناتها انفجارية فما أعتقد أنه رئيس الوزراء يقبل أو وزير الشباب أو كابتر راعد حمودي أنه أبيع سيارتي بس أنا على استعداد وكلمتي وحدة وإن شاء الله إن شاء الله أكون هذا وعدي أوف بي أمام الشعب العراقي تعابة اليوم كل شيء الحمد لله والشكر هو التعاب يصير عندنا إن شاء الله النشاط ما أنه يكون جيد وإن شاء الله تكون هاي المباراة هي خير ختام لبطولة كأس بغداد وبعدها إن شاء الله لدينا بطولة كأس العراق من 16 نادي يمثلون الأندية تحت رعاية الاتحاد العراقي لكرة القدم المصغرة السلام عليكم عليكم السلام كابتن حبيب شوان شوط الأول والله شوط قمتع للفريق السكيك وإن شاء الله قدمنا 1-0 على الفريق الخصم وإن شاء الله شوط الثاني نتقدم أكثر ونحقق الفوز يعني الكاس قافلين علي مرحبين علي لا قافلين إنه إنه ميسر بغير إنه من بداية البطولة إلى نهاية البطولة إنه إن شاء الله القادم أفضل مباراة شون هاي؟ والله حلوة يعني مستوى كل زين إحنا تدرها هاي إنه أول لعب يعني أول لعبة أجمعهم الفريق نعم يعني مو تقول يعني لاعبين بس الحمد لله مو كلهم لاعبين إن ديه وإن شاء الله شوطة ثانية يشوفوني لداء حلو إن شاء الله نقول موسيقى نشوف كافة ملاء المدرب المنتخب الوطني شون رأيك من المستوى اليوم بالنهائي بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة مستوى كان جيد جدا اللاعبين على أحلى مستوى من الفريقين عناصر ممكن رح نستقضبها من المنتخب الوطني من قناة من فريق الكاظمية ومن نادل السكك المستوى يبشر بالخير وأكون تصاعد إن شاء الله بالأندية والأندية مقبلة على تشكيل فرق للسوداسي الكرة بالكرة القدر المصغرة سنزيلنا ننسى اليوم عن تقييمة لمستوى اللعبة في العراق إنه هي لعبة حديثة نعم وإيضا تنظيم البطولات وصلوا إلى نهاية كأس بغداد الحمد لله طبعا مثل ما تعرف إحنا اتحادنا بدايته يعني ولادة شون نقول ولادة جديدة بس الحمد لله عمله كإنما اتحاد مؤسس قبل عشر سنين يعني من أسسنا اتحادات الفرعية الحمد لله يعني قامت بطولات الشمالية والوسطى والفرات الأوسط حسنا على النهاية حاليا بقى المدير الفني والمنتخبات ينقي اللاعبين الخامات اللي يتمثل العراق بره ونحن صراحة مثل ما تعرف إحنا حاليا الدعم هو دعم خاص عضال الاتحاد بإقامة الدورات التحكيمية الدورات التدريبية إقامة دوريات مثل هذا المستوى فإحنا نتمنى من دولة رئيس الوزراء يدعم المنتخب الوطني يعني مثل ما تعرف كأس العالم صعب الوصول إليه ونحن رابع مرة ونوصل لكأس العالم بدعمنا خاص أيضا معنا دكتور عبد العزيز رئيس الاتحاد بغداد دكتور نتحدث اليوم عن هذه البطولة يعني عدد الفرق المشاركة نظام البطولة شنو كان وصولا إلى مبارث النهائية بسم الله الرحمن الرحيم أولا اشتركوا 16 فريق بالبطولة سوينا على مجموحتين كل مجموعة 8 صعدوا عدنا أربع فرق من كل مجموعة 2 وسوينا بيناتهم الأول والثاني ثالث ورابع حاليا نستغل عليها إن شاء الله عدنا ذو الفريقين صعدوا وراح نشترك مستوى العام شون شفت لا إن شاء الله إن شاء الله يبشر بخير ناس وحضور وجمهور وصارت لها رغبة شعبية لهذه اللعبة وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله حقيقة هذه البطولة قيمت من قبل الاتحاد المركزي للكرة المصغرة بجهود ذاتية وبتبرعات أعضاء الاتحاد لأن حقيقة الاتحاد يفتقر إلى الدعم المالي والمادي من الحكوم وزارة الشباب وكذلك اللجنة الأولمبية ألم أن الاتحاد أسس في هذا العام شهر الثالث 11-3 وبحضور ممثلين اللجنة الأولمبية العراقية وتم إجراء انتخابات وتم تشكيل الاتحاد المركزي للكرة المصغرة كنا وياكم مشاهدين الأعزاء في جولة رياضية خاصة عن اتحاد كرة القدم المصغرة ونهائي بطولة كأس بغداد بين فريقي السكك والكاظم ينتظرون في جولات أخرى مقبلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر